أهلاً بكم عزيزي المشاهدين وأهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا نيل اليوم معاكم النهاردة ساوبست عمال أحب أقولكم أننا النهاردة هنتكلم في موضوع شوي كشوية هنتكلم في موضوع يشغل بعض القضايا المهمة هو موضوع مختصر شوية هنتكلم عن المغزوق الزراعي والصناعي وكمان هنتكلم عن الزراعي في الزل هذه الظروف وكمان معنا شوية فكرة من الأسئلة هنتكلم فيها عن المخزون إلى سوريا قصدي هنتكلم فيها عن مجلس الشيوخ والنواب في تنمية الحياة السياسية والديموقراطية بس قبل كل ده هنحب نرحب بدفنا المهندس الدكتور خالد دربك رئيس مجلس إدارة رابطة المستثمرين بالنوربا أهلا بحضرتك يا أهلا بك حضرتك ممكن تعرفنا بنفسك أكتر أنا خالد محمد دوربك رئيس مجلس إدارة رابطة المستثمرين بالنوربا أمين عام مساعد حزب الحرير المصر بالباحرة ورئيس شرف اتحاد مراكز شباب النوربا أهلا بحضرتك يا أهلا بك دكتور ممكن حضرتك تقول لنا إيه هي إنجزيات الرئيس عبدالفتاح السيسي في مجال الزراعة وبالأخص في السوبات الزراعية والله لو إحنا نتكلم عن الزراعة وإنجازات الرئيس في الزراعة إنجازات الرئيس في الزراعة كثيرة جدا وغير مسبوقة أولا استصلاحوا واحد ونصف مليون فدان دلت استصلاحوا بالفعل وتم زراعتهم وإنتجهم نزل السوب وده كان السبب الرئيسي إن إحنا في جائحة كورونا لم يشعر أحد بنقص في أي سلعة غزائية بل على العكس إن السلعة الغزائية كانت موجودة والخضر والفاكة بأقل من أسعار المعتادة في تلك الفترة في الأوقات العادية يعني إحنا عدينا في جائحة كورونا منحنا خطر جدا سياسة الرئيس الزراعية وسياسة العامة في الدولة أعادت الثقة ما بين المواطن وبين الدولة وبالتالي المواطن شعر بالأمان وأمان شديد جدا في عملية شراء السلعة والحياة دولة ذلك ما حصلش أي تكدث نهائي الناس كله كان بروح يشتري اللي هو عايزه بس الصبر ماركت كله كان فاضي الأماكن الشراء كانت فاضية على العكس تماما يعني ليه أصدقاء في دول تانية دول كبرى إحنا كنا منتعاكبها زي أمريكا كان فيه طوابير على الماركتينج هناك طوابير وفيه أزمة في السلعة الاستلاكية وحياة من إحنا لم يحدث ذلك إطلاقا هنا لسبب واحد إن بدأ الشعب يستعيد ثقته في الدولة بالسياسات اللي عملها السيد الرئيس عفتا حسيس طيب حضرتك شايف إن الدولة المستثمرة إيه هي الزيادة بتاعتها من ناحية الثورة السماكية والحيوانية والزراية ولاي في الثورة الزراية احنا تكلمنا وقلنا الواحد ونصف مليون فدان وحاليا إحنا يعني نكاد نصل لتنين مليون فدان وفيه تفكير فيه استصلاحات جديدة اللي بيحصل في الزراعة النهاردة يعني حاجة ممتازة جدا 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 غير مسبوقة ما عادش فيه أزمات لا في رغيف عيش ولا في خضر وفكهة ولا في أي مستلزمات إنتاج زراعي لكن برضو عشان ندعم الزراعة في بعض الحاجات المهمة جدا اللي احنا لازم نخلي بالنا منها ونطلب زي ايه دكتور؟ زي يعني مستلزمات الإنتاج أولا مستلزمات الإنتاج غلط جدا والفلاح دلوقتي بيقين لأن طبعا عملية النقل والحاجات دي بقيت مكلفة بالنسبة له العائد بتاعه جل جدا أكثر واحدا ظلم في الفترة اللي فاتت كان الفلاح لازم يبقى فيه نظر له زايد أن في الجامعات الزراعية في المناطق الجديدة في النبريات زي مراقب الطبع لانطلاق البستان الجامعات الزراع عامة في الأرض الصحراوية الشاعع الاستخدام هو نطرات النشادر أما اليوريا بسيطة الاستخدام خالص مع ذلك بيجيبوا يوريا في الحصة الزراعية جد النطرات مرتين فبيخلقوا سوك سودي احنا بنناشد وزير السيد وزير الزراعة والمختصين بصرف الأسمدة الزراعية لابد أن نسبة النطرات النشادر تعلق شوية يعني احنا عاوزين 80% نطرات نشادر 20% يوري علشان الفلاح يغضي الحاجة يستفيد بها فعلا مش يبعها بأرخص ثمن ويرجع 20% السوداء تالي مزبوط زايد عندنا مثلا في الخرجين مشروع كارت العداد مسبوق الدفع في الراي احنا المشروع ده لابد انا بأحبز مناديت اكتر من مرة انا بناشد السيد الفاضل دكتور وزير الكارابا بنقول له لابد من اصدار تعليمات مباشرة بتركيب عددات مسبوقة الدفع لجميع المواتير الراي لان دي هتوفر على شركات الكارابا كتير احنا النهاردة الاصدار بيطلع مثلا على سبيل المثال فيه اصدار بيطلع ب18 مليون ما بيقدروش يحصلوا ب18 مليون بيحصلوا منهم 15-16 ب2 مليون بيضافوا على الرصيد الجديم الدولة محتاجة تاخد الرصيد ده زائد انه بيساء استخدام الطيار بيستخدام الطيار اكتر من لازم لو بقى فيه عداد مسبوقة الدفع مثلا في قرى الخارجين في الانطلاق وطيبة والبستان العداد ده حيوفر حوالي 40% من الطاقة لان انت بتدفع قيمة الطاقة بتاعتك مقدما وفي نفس الوقت بتدفع ما يعادل قيمة الطاقة دي من الديون المتأخرة عليك الدولة بتستفيد انها بتسترد ديونها الفلاح بيستفيد انه ما تفصلش عنه الكهرباء الزرع بيستفيد ان المياه متوفرة عنده باستمرار وبالتالي الدولة هتستفيد من كل النواح واهم حاجة في العملية دي ان الفلاح بالطريقة دي حيحس بدعم الدولة الدولة دعم الكهرباء لا زالت الدولة دعم الكهرباء بالنسبة للزراعة بحوالي 50% الفلاح مش حسب دي لانه بيسائل الاستخدام على عداد مجمع في ناس بتشغل المطور من 7 مساء ل7 صباحا انما لو هو بقى مسبوقة الدفع حيروح يشغل والعداد بيعدوا قدامه فبدل ما يشغل 12 ساعة حيشغل 3 ساعات حيشغل 4 ساعات لان هو بيدفع من جيبه مزبوط وبالتالي حوفر طاقة للدولة وحوفر الاهم من الطاقة المية المية دلوقتي بغت حاجة رئيسية شريان الحياة بتاعنا لو احنا وفرنا طاقة 40% حوفر مية 40% من الماء المستخدم بالتالي ممكن زراعة اراضي ومساحات كبيرة تانية اضافية ممكن زراعة اقصر من 20 الف فدان اضافي بعد توفير المية دي فانا بناشد الدولة ضروري وبناشد معالي وزير الكعربة تركيب عداد الكارت اجباري لمصلحة الدولة ولمصلحة الفلاع ولمصلحة شركات الكعربة يعني انا مش عاري انا طالبت اكتر من المرة بالموضوع ليه ما بيتنفسش دي مصلحة الدولة احنا لازم نكون على قدر الحدث شوفوا رئيس الدولة بيعمل ايه رئيس الدولة بيعمل حاجات احنا ما كناش نتوقع احنا مصر بجفا بنية اساسية رائعة تقدم في الزراعة تقدم في الصناعة في الطرق في كل شيء لازم احنا كمان نكون على مستوى هذا الحدث لابد تمام حضرتك قلت فيه تقدم في الدول في دولة مصر في الطرق كلمنا عن الطرق في مصر داخل مصر نفسها شايف الطرق بيتأسها من الاول بقدية لا هو ما فيش نسبة اولا انا في حدة الطرق رئيس السيسي يعني ده راجل خد شجاعة وجسارة جمال عبد الناصر وذكاء انور السادات وصبر حسن المبارك زائد شخصية عبد الفتاح السيسي وبالتالي عندنا قائد متميز والقائد ده اي انتقادات بتتجال كان فضلت الشيخ الشعراوي جال مقولة جميلة جدا من لم يجد له حاقد فهو فاشل ده وسام على صادر الرئيس السيسي اي انتقادات بتتجالل من دولة من اي طرف اخر انما الشعب كله باكمله شايف انجازات السيسي انجازاته بتتكلم في الشارع مش محتاجة حد يتكلم عنه اما الطرق تحديدا فرنسا نهضت النهضة الكبيرة دي من غياهب الظلام لدول العالم الاول بمشروع شارل ديول شارل ديول عمل شبكة طرق ربطت شمال فرنسا بجنوبها شرقها بغربها وده كانت اللبنة الاساسية في تقدم فرنسا وده اللي بيعمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طيب حضرتك اكترحاتك للفترة الجاية لزيادة الانتاج الزراعي والله زيادة الانتاج الزراعي الفترة القديمة في يعني احنا الكلام ده ياخد حلقات لكن انا هنتكلم كلام مختصر جدا اولا تحديد مستلذمات الانتاج وصرف المستلذمات كل الشيء في مكان زي ما قلت ما نصرفش يوريا عشان الفلاح في الارض الصحراوية يبيع اليوريا واشتري النطرات هو لازم النطرات نصرف للنطرات المستلذمات الانتاج اللي بتنصرف في الجامعات تنصرف في وقتها ما تتأخرش والتأخير ده بيضر الزراعة وبضر الفلاح ده حاجة مهمة جدا يعني يريد السيد وزير الزراعة يعيد دولاب العمل بتاع مكافحة زبابة الفكهة مكافحة زبابة الفكهة مليار دولار احنا النهار ده مشروع زبابة الفكهة المكافحة بتاعته دولاب العمل جاهز وموجود ليه المكافحة الحيوية ليه ما يشتغلش فرقة او دولاب العمل بتاع مكافحة زبابة الفكهة حيوفر على الدولة مبيدات حيوفر على الدولة حاجة اهم من المبيدات ان احنا حيكون الانتاج بتاعنا كله صالح للتصدير واللي اهم من ده كله حيبجأ اول حاجة سند رئيسي لمبادرة سيادة الرئيس الميت مليون صح اه طبعا مزوط طيب ايه رأي حضرتك في احياء فكرة استسلاح الاراضي وتملكها للشباب والله احنا عندنا يعني على سبيل المثال في منطقة زي النبارية مثلا فيه ثلاث مراكبات مراكبة الطيبة مراكبة الانطلاق مراكبة البستان بسم الله ما شاء الله بينتجوا انتاج وفير وغزير وبقت مجتمعات حاليا كاملة متكاملة فيها كل شيء في عصر رئيس السيسي تم التطوير بصورة مذهلة ياريت يكون فيه مشروع زي ده في الاماكن الجديدة وبرضو يتوطن خرجين وده حيبقى افضل كتير من المستثمرين يعني احنا في منطقة النبارية مشروع الخرجين في داخل المستثمرين هو بيقدم المستثمرين لان مشروع الخرجين بيعمل تجمعات سكنية تجمعات سكنية ببقى فيها العمالة الزراعية اللي بتوفر على المستثمرين تكلفة العمالة الزراعية انه بياخد عمالة الزراعية بتكلفة رخيصة طيب وحضرتك شايف ان الشباب في الوقت الحالي هتقدر تبقى قد المسئولية انها تمتلك الأرض وتقدر تعمل زي ما في التمالينات كانوا بيعملوه شباب مصر حاليا شباب صاعد واعد النهاردة الإجراءات اللي عملها الرئيس السيسي والسياسات بتاعته أعادت الثقة بين الشعب والدولة دي حاجة الحاجة التانية برضو احنا خطينا خطوات في الناحية الفنية زي مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار ده أنا يعني هو مسلسل أثبت للناس كلها قد إشار من مصر اللي قائمين على هذا المسلسل وبق طالب الدولة إنها تنتج مجموعة من المسلسلات على هذا المنطق لأن المسلسل ده حط الشعب ورى الشعب الإرهاب وراء الإرهاب بعينه شاف الإرهاب بيعمل شاف كل حاجة على الطبيعة أعاد الانتماء بين معظم الناس في الدولة الشباب الجديد إلى الدولة النهاردة بدأت الناس تستعيد الانتماء القوم وده يحسب للقائمين على هذا العمل ويحسب لسياسات الدولة في هذه الفترة طيب يا دكسور من وجهة نظر حضرتك الفن ليه دور في استسلاح الأراضي الزراعية على سبيل المثال مثلا كان عندنا المسلسل بتاع صنبل رحلة المليون تقريبا بعد المليون بعد المليون كان من تمثيل الممثل الفنان الكبير الفنان الكبير محمد صبحي أكيد أكيد الفن ليه دور كبير وله دور مؤثر جدا يكفي أن نقوله مثلا أن أي شباب بيشتغل في استسلاح الأراضي الجديدة لما بيجي يشوف آخر النهار مسلسل هادف فن محترم بيرفع درية الوعي الثقافي بتاعه بيرفع عنه بيصبح تاني يوم بيبدأ بنشاط جديد بيبدأ يعني بتفاعل بطاقة إيجابية الطاقة الإيجابية دي الوحدة تخليه يعمل إنتاج في الساعة يعني بحوالي تلتمية في المية ثلاث أضعاف اللي ممكن ينتجه وهو مقتائب وبالتالي يعني أسله الحاجات دي غير مباشرة الفن مؤثر تأثير غير مباشر وقوم بالنسبة للزراعة وكل الأعمال في البلد طيب من رأي حضرتك المجتمعات الجديدة زي مثلا مدينة النبرية اللي حضرتك منها ايه المفروض اللي هي محتاجية علشان ننمي فيها الزراعة بشكل أكتر والله منطقة النبرية بالكامل هي منطقة وعيدة أولا النبريات فيها حوالي 973 الفدان حوالي مليون فدان بتنتج حوالي 60% من احتاجات مصر من الخضر والفاكهة النبريات محتاجة عامة تعظيم دور الأشهد الزراعي بحيث أن الزراعات الجديدة تكون هادفة احنا عندنا مثلا بنستورد من السلعة الفلانية بجا ننتج السلعة ننتج الانتاج دي عندنا مثلا سلعة الفلانية بنصدر فيها كويس ومحتاجها الباب أبواب التصدير بتاعت يبقى الشهد الزراعي ده دوره الشهد الزراعي مهم جدا في الحاجات دي زي ما قلت برضو السلعة اللي هي المستفذمات الانتاج زي الموبادات والأسمدة والحاجات دي اللي بتصرفها الجامعات الزراعية تنصرف في الوقت المناسب والنوع المناسب للزراع مزبوط اه دي برضو من الحاجات المهمة جدا جدا الحاجة برضو المهمة واللي أنا شايفة على أرض الواقع برضو يعني احنا بنشوف سيادة الرئيس بيعمل بنية أساسية غير مزبوط ليه المحليات ما تحزوش حزو رئيس الدولة يعني عنا عندنا فيه طرق يجب بيعدي عليها مثلا بتغدي مثلا تلاتين اربعين الف فدات والطرق دي مكسرة كل العربات بتبقى محملة ومعديه بنحتاج قطع غيار بنحتاج مش عارفه بتأثر تأثير مباشر وغير مباشر ليه دي ما تترصفش ما تتكملش فيه طرق مثلا زي طريق فرع عشرين في النبرية ده اترصف منه مثلا خمسمائة متر في مئتين متر طب ليه ما تترصفش كله مع انه يعني اثنين تلاتة كيلو واربعة كيلو مش مكلف نفس الشيء بالنسبة لطريق البستان نفس الشيء لطريق الداخل في مراكبة الانطلاق دي تكلفها بسيطة جدا والعائد بتاعها عالي جدا وحيوفر وقت وطاقة وحيوفر قطع غير بالنسبة للسيارات والحاجات دي طيب يا دكتور حضرتك شايف ايه السبب الرئيسي ان محافظة البحيرة تبقى هي محافظة الاولى او المتفوقة على جميع المحافظات من ناحية الزراعة محافظة البحيرة اولا هي طبع الزراعة عندها غالب عليها من البداية الارض بتاعتها يعني الجزء اللي في الدلتة خصب جدا متوفر فيه طبعا فرعي النيل فرعي النيل فرعي رشيد فرعي رشيد وكل مقاومات الزراعة متوفرة فيه لكن محافظة البحيرة ربنا حباها بحاجة مش موجودة في غالبية محافظة مصر اللي هي الظاهر الصحراوي القابل للزراعة الظاهر الصحراوي يعني طرعة النصر اللي انشعت دخلت في باطن الصحراء دي ووصلت لحد مدينة العالمين والحد الضبعة دي ثاهمت في استزراع والاستصلاح مئات الالاف من الافدين ودي كلها غالبيتها تابعة لمحافظة البحيرة والتالي محافظة البحيرة تعتبر من اهم محافظات الجمهورية في الزراعة زائد برضو ان احنا لا ننسى ان اماكن في محافظة البحيرة برضو جايمة بنشاط كويس جدا زي مركز ابو المطمير في برضو منطقة المهدية والحتة دي فيها الزراعات كويسة ولازم برضو من الاهتمام بالجمعيات الزراعية في ابو المطمير لان ابو المطمير يعني فيها كتلة زراعية كبيرة جدا والانتاج فيها عالي برضو لازم الاهتمام بالجمعيات الزراعية وتوفير المسترمات الزراعية في الجمعيات في الوقت المناسب والنوعية المناسبة طيب وبكده وقت حلقتنا يكون انتهى الدكتور بس قبل ما ننهي حلقتناها كنا عايزين ندخل مع حضرتك شوية في السياسة نسأل حضرتك بخصوص مجلس الشيوخ كتير مننا ما يعرفش ايه مجلس الشيوخ فحضرتك ممكن تفدنا وتعرفنا ايه هو مجلس الشيوخ وايه قميته هو عجالة شديدة مجلس الشيوخ ده مجلس استشاري بيجوم بتجهيز ومناقشة القوانين وتجهيزها لعرضها على مجلس الشعب لدراستها واصدار القوانين فمجلس الشيوخ مهمته مهمة عظيمة جدا بيخدم البلد بيوفر مجهود مجلس الشعب انه هو يعداد القوانين من الالف لليا لا هو بيعد القوانين وبيدرسها وبيدي اراء استشارية وبعدين بيجدمها لمجلس الشعب فمجلس الشيوخ ليه اهمية كبيرة جدا طيب ايه يا طرى السر ورا تراجع النسبة اللي ظهرت في الانتخابات بتاعت عشرين وعشرين النسبة كانت ضئيلة جدا في الانتخابات يا طرى ده ورا سر سبب كورونا والله هو السبب يعني اعتقد من ضمن الاسباب الرئيسية جاءحة كورونا وبرضو ضيق الوقت لان كان يعني اعلانوا عن تجديم لمجلس الشورى ثم الانتخابات كان الوقت ضيق ملحقش المرشحين يعلنوا عن برامجهم ويلتحهم مع الجمهور وبرضو يعني فيه غالبيت المرشحين القاعدة الجمهورية بتاعتهم ما كانش قوي طيب حضرتك شايف المناخ المناسب لمجلس النواب امتى؟ والله المناخ المناسب لمجلس النواب اللي اتخذته الدولة على مبلغ علمي في شهر 11 هو مناسب جدا لان فيه اعداد وترتيب كويس من فترة طويلة والناس بدأوا وعماتا الشعب كله ببقى منتظر مجلس النواب لان مجلس النواب مجلس مهم جدا طيب وحضرتك ممكن تترشح فيه فكرت في يوم الايام تترشح؟ والله انا طلب مني في الدورات السابقة ورفضت الدورة دي تحديدا بعد السياسات اللي بتعملها البلد والشغل اللي بتعمل في البلد حابب ان احنا كلنا نشارك وبجلنا دور وان شاء الله نزلنا على رغبة ناس كتير في منطقة النبرية وواد النطرون وابو المطمير ان شاء الله نازل الدورة دي باذن الله لان انا يعني في ظل وجود سياسة زي سياسة الدولة الموجودة دي يسعدني وشرفني ان انا نتواجد نكون جزء من ادوات يعني تعظيم الانتاج ودفع عجلة الانتاج طيب يا دكتور نختم حلقيتنا باخر سؤال ازاي نقدر نساعد الشباب ان هما ينموا من البلد ويساعدوا في الزراعة اكتر؟ والله الشباب يعني محتاج يعني حاجات يعني خطوات مباشرة احنا برضو لازال عندنا برضو يعني اللي بيعمل مشروع بيحتار على بل ما يخلص ويعمل ويباقي تبسيط الاجراءات تبسيط الاجراءات مهمة جدا السادة الرئيس اصدر قرارات كتيرة في صالح الشباب كتيرة جدا لكن في التنفيذ ببقى فيه بعض التعقيدات احنا عاوزين سهولة ويسر الشاب بجمعها عاوز يستثمر يعني الجرشين اللي معها هيثرفهم في الاجراءات والجارية هنا وهنا وهنا مش هيقدر يعمل حاجة احنا عاوزين الشاب المشروع بتاعه يعني يخلص اجراءاته وهو واجب في مكان واحد وتبسيط الاجراءات كلام حضرتك طبعا مزبوط اه وبرضو احنا الشباب لابد في الفترة اللي جاية ديت يعني انا شايف الاهتمام اللي بيوليه الرئيس بالشباب لازم يبقى عندهم طاقة ايجابي لان فعلا الرئيس عمل لهم حاجات كتير بس مفروض تبسيط الاجراءات بالنسبة لكم طيب باش مهندس نحب نشكر حضرتك لوجودك معنا النهاردة الله يبرك اه وطبعا وقت الحلول تجمعن بينتهي بسرعة الله يبرك لك اه نلتقي مرة تاني في حلقة جديدة الى اللقاء ان شاء الله